اشتركوا في القناة امريكا امريكا اتخذت قرارات مهمة جدا في مؤتمر حزب الناتو ماذا اتخذت روسيا بتقول ليست خائفة موسكو تلوح برد حتمي على التعديدات العسكرية الامريكية في اوروبا عندنا اخبار كثيرة جدا خبر مفرح جدا من مصر واخبار كثيرة جدا مش عادين نحرى الاخبار واحنا بنشوف هروب الجيش الاوكراني موسكو بتقول ترد بشكل حتمي على تعديدات العسكرية لاوروبا اعلن وزير الخارجية الروسي سرغي ريبا كوف اليوم ان بلاده ليست خائفة من اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن عزيز الوجود العسكر الامريكي في اوروبا للرد على التهديدات الروسية وحذر مسؤول الروسي من ان هذه الخطوة ستؤدي لرد فالحتمي من موسكو ايه رد الفعل لم يقالش ايه رد الفعل قال لوكالة الانباء الروسية اعتقد ان اولئك الذين يتخذون هذه القرارات لديهم ان روسيا قد تكون خائفة روسيا مش خائفة على حد تعبيره واضاف لن يحصلوا على النتائج التي يتوقعونها من هذه الجهود وفي وقت سابق من اليوم اعنى الرئيس الامريكي جو بايدن من مدريد ان بلاده ستعزز وجودها العسكري في اوروبا كي يتمكن حلف شمال الاطلاسي اللي هو الناتو من الرد على التهديدات الاتية من كل الاتجارات في كل المجالات يقصد روسيا وقال في قمة لحلف الناتو وصفها بانها تطبع التاريخ انه سيتم تعزيز الوجود العسكري والامكانيات العسكرية الامريكية في اسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيك وبريطانيا والمانيا وايطاليا يعني دول اوروبا ودول البلطيك ووجود امريكي وقواعد امريكية واشار المسؤول الروسي الى ان ما يحدث الان بلا شك له رد فعل من جانبنا دون تقديم المزيد من التفاصيل روسيا بتقول اني لازم نرد على هذه الحشود وقبل كده في الحرب العالمية التانية حشدت اوروبا كلها ضد الاتحاد السوفيتي لكن الاتحاد السوفيتي موجود دلوقتي بشكل او باخر موجود هو عبارة عن اتحاد بين روسيا والصين وكوريا الشمالية والهند ودول اخرى اذا الاتحاد السوفيتي او روسيا الاتحادية وبلا روسيا والدول اللي باعها قالوا احنا هنرد على الحشود الامريكية هل ستحدث حرب العالمية ثانية الله نعلم طيب نشوف فيديو تاني تم سقوط صاروقين في العاصمة كيف في دوار حديقة شوفوا كمية الزعر اللي حصل في الشارع والناس عملت في الحديقة قدامنا الفيديو اهو بس احنا بنشوف الفيديو هنقول قبر اخر اول دولة عربية تعترف باستقلال وسيادة جمهوريتين لوغانيسك ودونتسك قرر النظام السوري اليوم الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانيسك ودونتسك وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين تجسيدا للارادة المشتركة والرغبة في اقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانيسك الشعبية وجمهورية دونتسك ووكالة الانباء السورية سنة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانة معروف أن هذه ساني دولة تعترف باستقلال جمهورية لغانسك ودونتسك بعد روسيا وتعتبر أول دولة عربية تعترف باستقلال هاتين الجمهوريتين إذن سوريا وروسيا يعترفان باستقلال جمهورية لغانسك ودونتسك الشعبيتين وبشار الأسد قال أنه أكد استعداده للاعتراف التام وإرسال سفرات وتبادل وكانوا عنده مبعوثين من جمهورية لغانسك ودونتسك في سوريا طيب هنشوف فيديو آخر منظومة حرب إلكترونية للشوشرة على الطائرات المسيارة روسيا عملت منظومة حرب إلكترونية وإحنا بنشوف منظومة الحرب الإلكترونية هنقول خبر جميل جدا من مصر وكالة أخبار قالت أن مصر ستصبح أكبر مصدر لزيت الوقود إلى السعودية بفضل التدفقات الروسية أصبحت مصر من بين أحدث البلدان نشاء كموارد رئيسي لزيت الوقود اللي هو زيت محركات السيارات والطائرات ومحركات السفن الحاجات دي أصبحت مصر أحدث البلدان نشاء كموارد رئيسي لزيت الوقود إلى المملكة العربية السعودية حيث تزايد صدرتها من المنتج النفضي إلى رياض بشكل مفاجئ وهذا الشهر ستحصل المملكة على ثلاث تلاف واثنين من عشرة مليون برميل من الوقود طيب بعد يقول لي مصر جابت مليون الحاجات دي لا مصر بتجيلها هذه الشحنات في منطقة العين السخنة وتتجه الشحنات الروسية إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر حيث توجد مخادر لشركة أراموكو ومن هناك يشحن زيت الوقود عبر البحر إلى مواني متعددة في غرب السعودية يبقى مصر عندها مخادر في العين السخنة وتجيلها هذه الشحنات وتوردها إلى جميع الدول ومصر تبقى موارد رئيسي في المنطقة ويعني نمى إلى علمي أن مصر ستكون موارد رئيسي للقمح في المنطقة وتجيلها شحنات قمح أيضا من روسيا وتورد إلى أفريقيا والدول التي تحتاج إلى الغذاء يبقى مصر أصبحت موارد للمواد الغذائية وموارد للزيوت زيت الوقود ومتوقع أن يرتفع إجمال الشحنات إلى المملكة العربية من هذا الوقود نحو 9 ملايين برميل في يونيو حضران وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني وهذا أن مصر تستحض على أكثر من سلس واردات السعودية يعني مصر بتدي السعودية أكثر من تلت الواردات التي تستوردها من هذا المنتج على أساس شهري مما يجعلها ثالث أكبر مشتري لزيوت الوقود هذا الشهر السعودية ثالث أكبر مشتري لزيوت الوقود هذا الشهر بعد سن غفورة والولايات المتحدة من جانبه قال بيتر لاكور محلل المنطقات النفضية في شركة إنريجي سبيكس أن السعودية تكسب بالفعل وارداتها من زيوت الوقود الروسي حيث لا توجد عقوبات تمنح دوس ذلك وأضاف زيوت الوقود الروسي هو ألخص برميل متاح لدغذية الطلب السعودي مصر تبقى أكبر موابط ناخد خبر جميل من الجزائر ونحن بناخد الخبر من الجزائر نشوف سفينة روسية تجري تدريبات في البحر على إطلاق صواريخ على الطائرات سفينة روسية تجري تدريبات في بحر البلطيك ناخد خبر من الجزائر رئيس الأركان الجزائري بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة يعني الحروب الهجينة يعني حروب بالوكالة صرح رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شكريحة أن بلاده تعيش تحديات جديدة زالت من تعقيدات التوترات الهائلة مع بروز الحروب الهجينة وقال الشنكريحة اليوم في كلمة خلال إشرافه على مراسم حفل تخارج دفعات جديدة من أحد المدارس العسكرية أن بلاده في خضم ما يشهده العالم اليوم من نزاعات وتجاذبات غير مسبوقة في زل التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها منطقتنا وفضاءنا الإقليمي تعيش على وقع تحديات ورهنات جديدة زالت من تعقيدات التطورات الهائلة التي تشهدها توكلونيجيا الإعلام والاتصالات حيث تلاشت معها كل الحدود بين الدول وتغير معها مفهوم الأمن والدفاع خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو الحروب الهجينة وتابع قائلا حرصنا على تحسين طرق التخطيط والتحضير والتنفيذ لمواجهة التحديات والتهديدات النشاء في الحقلين الواقعي والافتراضي يعني الحربة الإلكترونية والحربة الواقعية بيقول أن مفاهيم الدفاع تغيرت والحدود تفتحت يعني ممكن أي دولة تهجم على أي دولة هجمات إلكترونية تضيع كل السيستم بتاع منظومة الدفاع لهذه الدولة بوتين آخر خبر من السودان احنا قلنا أنه فيه ناس مع البرهان وناس ضد البرهان فأنا نشرت الفيديو السابق ولم نشرته كان صوت الفيديو اللي بيقول بروح بالدم لم يظهر عليكم فيديو عن بروح بالدم من إفريقيا برهان ومظاهرات غفيرة بأيدة للبرهان في المظاهرات فيه مظاهرات مؤيدة ومظاهرات يعني معارضة وحفظ الله السودان من كل شر والسودانيين بيقولوا احنا يعني نسمع طيب موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر